بشرة بيبانو بشرة بيبانو رياضية لحقات إنجاز هام وهم جدا أول امرأة مغربية اللي نجحات أنها تسلق يعني الأفريست مرحبا بك بشرة الله يبرك فيك ما زال ما تسلقش الأفريست ولكن عد نوية إن شاء الله الهدف ديالك تسلق سبعة قمام من بينها الأفريست إن شاء الله وحنا يعني واتقين بك إن شاء الله تمكن من تحقيق هذا الإنجاز الكبير في البداية بيصور عكي باش جات كنتي الفكرة باش يعني تبشي تحطمي هذا الرقم أول مرأة مغربية بغا يعني تسلق سبعة قمام الأعلى في العالم هي في الأول كانت البداية من المخيمات الصيفية بشرتين مشيتين دير المخيم وكنت أول قمة تسلقتها هو قمة طبقال نعم وتمك فين كان عندي الحب ديال تسلق الجبال وبقيت أن نستمر في هذه الهواية ديالي مدة طويلة حتى واحد نار قررت أني نتسلق أعلى قمة إفريقيا كلي من جارو مشيت أنا والزوج ديالي وتمكتش في هذا المشروع ديال قمام السبع هو تسلق أعلى قمة في كل القارة نعم في هما سبعات القارات سبعات القمام حاليا تمكنت أني نتسلق خمسة أعلى قمة في إفريقيا أعلى قمة في أوروبا أعلى قمة في أمريكا الجنوبية وأعلى قمة في أمريكا الشمالية ومؤخرا أعلى قمة في لوسياني في أندونيسيا بقية بطبيعة الحال جوج قمام باش نكمل المشروع أعلى قمة العالم وهي لفرست وأعلى قمة في لونتاكتك فينسون